موسيقى 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 السلام عليكم اعلن وكلاء شركة فوكسفاغن ان نماذج الجديدة المعدلة من سيارات بولو سيدان الاقتصادية ستصل قريبا لمختلف اسواق العالم بسعر اقتصادي ومواصفات غانية وبشكل جديد كليا ورغم ان النماذج الجديدة حافظت على سيمات المهمة في اقتصاد من حيث استهلاك الوقود الى انها اصبحت اكبر واكثر عصرية ومختلفة كليا عن نماذج بولو سيدان التي ظهرت في السنوات العشر الفائتة وازداد طول الهيكل فيها ليصبح اربعة امطار و تسعة وثلاثين سنتيمتر وعرضها مية وتسعة وستين سنتيمتر وارتفاعها مية وستو واربعين سنتيمتر كما حصلت هذه المركبة على تصميم جديد كليا للواجهة الامامية والمصابيح واصبح الشبك الامامي اعرض واكثر بروزا ومطليا بالكروم وعلى جانبه وضعت فتوحات هوائية تمنح المركبة مظهرا هجوميا ولم تشمل التغيرات المظهر الخارجي لهذه السيارة فحسب بل تغيرت فيها القمر الداخلية كليا اذ جهزت بمقاعد اكبر يمكن التحكم بوضعيتها ودرجات حرارتها عبر الانظمة الكهربائية وحصلت على واجهة قيادة عصرية وجديدة مجهزة باحدث انظمة ميتي ميديا التي يمكن التحكم بها عبر شاشة تعمل باللمس تدعم نظام الاندرويد اوتو والابل كار بلاي وكذلك تغير تصميم عصر تبديل السرعات والمقود وستطرح من هذه المركبة عدة نماذج ترضي مختلف الادواق واحتياجات سائقيها اه ودركا ننتقل للمحركات اتت بمحركين المحرك الاول يعمل بالبنزين ساعة 1.6 لتر يولد قوة 110 احصينة متصل بعلبة سرعات ميكانيكية بخمس سرعات ويأتي ايضا بعلبة سرعات اوتوماتيكية بست سرعات المحرك الثاني يعمل بالديزل تيربو بساعة 1.4 لتر يولد قوة 125 حيصان ومتصل بعلبة سرعات اوتوماتيكية بست سرعات اه ننتقل الاسعار بعض التسريبات من مواقع احترافية مختصة في السيارات وعندهم مصداقية عالية راهم يقولوا الاسعار تكون ابتداء من 170 مليون سنتيم وسعر اعلى نسخة من هو 240 مليون سنتيم مع احتساب كامل الرسوم وهذه الارقام ماشي ثابتة ممكن تكون اقل ممكن تكون اكثر بقليل واللي يبغي تأكد من هذه الارقام او مواصفات السيارة ستجدون المصادر في صندوق الوصف اخي المواطن ما تنساش تقولنا رايك في السيارة وفي سعر السيارة دمتم في رعاية الله وحفظها سلام اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة